هسأل أستاذ محمود عطية في البداية لماذا تتحمسون لهذه الفكرة لازم نتأكد بس ان فيه قانونين بيقول بس الاول ان فيه قانون ايه اللي بيدي الجنسية المصرية يعني اللي بيمنح الجنسية المصرية هو قانون واحد مش قانونين القانون التاني اللي بيمنح الجنسية المصرية فيه قانون اسمه تسعة وتمانين لسنة الف تسعمائة وستين ده بيدي الجنسية المصرية بس القانون ستة وعشرين لسنة خمسة وسبعين ده بيشوف الاقامة وعايزين نقول للناس الفرع بين الإقامة والجنسية في الحقيقة إن إحنا مصورين الموضوع إن إحنا بيبقى الجنسية المصرية وإحنا بنعمل وبنعدل بعض منوط قانون الإقامة وعدلنا في قانون الجنسية مادة واحدة بتقول إيه بقى التعديل ده التعديل بيقول إن إحنا الإقامة بتمنح فيه حاجة نوع من الإقامة أربع أنواع كان في القانون الحالي فيه تلاتة أنواع بس فيه إقامة خاصة فيه إقامة عادية فيه إقامة مؤقتة لكن القانون الجديد بيقول عايزين يدخل إقامة جديدة اسمها إقامة للي عنده اللي يقدر يحط وديعة في البنك كضمان إقامة وليست جنسية وبعدين لازم في القانون اللي بعديه بس الإقامة دي ما يترتبش عليها جنسية بعد جدا؟ يترتب عليها في القانون بعد خمس سنوات بشروط هناك ضوابط للإقامة وهناك شروط للجنسية لم تتغير في القانون الأديم ما عدل في القانونين هو إضافة جديدة لا ما عدل أنتوا بتطلبوا بهذا التعديل ولا التعديل تم عزين بس نوضح أن القانون ما رحش أصلا لمجلس النواب من الأساس لغاية دلوقتي وعزين نقول أن مجلس هو القانون جاي من الحكومة؟ طب ما أنا أقول لك حضرتك التشريع في مجلس الدولة هو ما نقترح هذا القانون التشريع في مجلس الدولة لسه ما أرسلوش لغاية دلوقتي مجلس النواب عن طريق الحكومة الحكومة لم ترسل حتى هذه اللحظة لمجلس النواب ولا حتى في اللجنة التشريع في مجلس النواب ده كلام مؤكد ولكن إحنا كنواب عندنا فكرة لأنه نتنشر مشروع قانون هذا مشروع القانون حصل جدال جوا فيه في المجلس من النواب كنهم متابعين للأحداث اللي بتحصل في البلد لكن ما اقتناش بشكل رسمي ولا نزل على ثباتنا ولا جنة أوراقنا ولا تناقش لغاية دلوقتي في بنوده وفي أساسه ولا حاجة طيب التعديل اللي هراج قلت عليه اللي هو أنا هضيف أنت بتقول فيه ثلاث أنواع من الإقامات إحنا هنضيف فيه قانون بس فيه قانون اللي هو بتاع سنة 75 ده موجود عشان الإقامة في البلد كيفية دخول الأجانب داخل البلد دخولهم ديهم إقامة إزاي هذا القانون اسم قانون 16 لسنة 75 فيه قانون تاني بيمنح الجنسية اسمه 89 لسنة 60 إذن قانون منح الجنسية في مصر ما تغيرش من سنة 60 طيب التعديل ده الإقامة دي الإقامة في القانون اللي كان بيدي إقامة خاصة إقامة مؤقتة إقامة عادية الجديد ده بقى إقامة نظرا لأنه هو حاطة وديعة في البنك إقامة يعني مستثمر حاطة وديعة في البنك بيسمح له أنك أنت تاخد الإقامة زي ما بيحصل في دبي وفي فرنسا وفي كندا وفي أمريكا وبعد خمس سنوات بعد خمس سنوات هذا القانون بقى لحتة بقى لا مش ياخد الجنسية بص فيه ضوابط لمنح الإقامة هذه الضوابط وضعت في قانون 26 في 75 اللي احنا عايزين أو اللي عايزل اللي العزل للدولة تعديله أو اللي الحكومة عايزها تعديله لكن منح الجنسية في قانون اللي احنا عايزين ده 89 إلى سنة 1060 ده بعد خمس سنوات من اللازم يسبقه أنك تكون حاطة وديعة أعني أنا بطلب الجنسية دلوقتي يكون أننا كنت حاطة وديعة ومقيم في مصر بوديعة ومستمر في الإقامة داخل مصر يحق له طلب الجنسية بعد خمس سنوات يحق له طلب الجنسية بالضوابط المذكورة في القانون ده وفقا للتعديل يعني قبل كده ما كانش حد ممكن ياخد الجنسية بهذا الشكل لا بهذه الطريقة لا الوديعة كان في التعديل ما فيش فلوس لا لسه لأنه بتتغير على حسب كل سنة ما لهاش رقم مسابت في القانون الجديد لكن بتضحط طبع ضوابط في اللاحة التنفيذية للقانون وبيعرضها وزير الداخلية وزير الداخلية وبتتعرض على مجلس الوزر وهذه القيمة وبتتعرض بعد كده على مجلس النواب فلسفتكو فدائي هدفكو ايه يعني انت شايف انه ده يمكن انه يدخل لخزينة الدولة اموالا وينعش عملية الاستثمار طبعا هنتكلم بس بالطور وبالعرض في الموضوع ده بس سيب الدين مساحة بس اقول لحضرتك ان هزيل وديعة بتتحط جوه داخل البنك عشان تاخد الاقامة بعد خمس سنوات من حطك لهزيل الاقامة حطك لهزيل وديعة في البنك اذا حضرتك دخلت وقدمت على الجنسية واخذت الجنسية بالضوابط اللي موجودة جوه القانون بتاع سنة 1960 اللي احنا بنعدل فيه بند واحد دلوقتي او الاقتراح الحقوان بيعدل فيه بند واحد حضرتك بتتنازل عن الوديعة لصالح خزينة الدولة ما بيرجعلكش تاني الوديعة اه يعني عشان تاخد الجنسية تتنازل عن الوديعة لان فيه ناس بتاخد جنسيات باشكال تانية يعني انت حراج في القانون في سنة 1960 بتاخد جنسية او بتقبل جنسية باشكال تانية ولكن ما اوضيفه هو شكل جديد الدولة بتاع يعني عايزين يتكلم بقى لتحفيز للسسمار ان احنا مش بنتكلم عن قانون منح جنسية لوحده احنا الدولة بتدي شكل عام واحد مصمم ان احنا بنتدي قوانين وتشريعات كتير من ضمنها موضوع الجنسية او حمل الجنسية او ان كانت تغير الجنسية قانون للسسمار الجاذب قانون الضريبة قانون التأمينات يعني حزم التشريعات ما تغيرتش من سنة 60 ومن سنة 50 من ضمنها هذا القانون مش عايزين نصور للناس ان هذا القانون فقط لغير يمنح الجنسية وان احنا بيعملين جنسيتنا زي كنا من بيقى مثلا نبقى عوض بقى عرض ولا حاجة لا هذا القانون من ضمن حزم التشريعات كبيرة تقوم بيها الان مجلس النواب لتعديل وتشريعات للتحفيز على السسمار موجودة فين؟ موجودة في كل العالم موجودة في كل حتة عندنا هنا رجال اعمال في مصر وطنيين وكويسين في حالة مصر كانت موجودة في ازمات اقتصادية في الفترة اللي فاتت وقفوا جنبها كذلك في رجال اعمال موقفوش حطوا وكنزوا الفلوس وحطوا وما طلعوش الفلوس وما استثمروهاش وفضلوا ليه بقى؟ لان هم طلعين من ايام الحج مبارك ها زمان ودفعين فواتير فمتعودين على الاحتكار متعودين ان يكون في حديد واسمان طواكس دلوقتي ايه الدولة؟ الدولة ما لهاش فواتير عند حد فبتدي سوء تنفسية كبيرة مش عايزين نصور الناس انا بس عشان هيبقى الناس يعني معنية به هل ده يجيب للدولة فلوس؟ هل ده يجيب فلوس لخزينة ده؟ انت بتقول هيتخلى عن الوديع ده لو خد الجنسية وهو ده بس الميزة ولا في مزايا تانية؟ طبعا احنا بنتدي رجال اعمال شوية مميزات في قوانين السصمار وقوانين الضريبة عشان بعد كده يبقى مسموح ان احنا نستمر في السصمار والاقتصاد في مصر لا انت الوقتي هتعدل هتعدل تعديلا جديدا علشان تحط وديعة هتاخد نوع من الاقامة يؤهلك للجنسية هو الجسر اللي يوديك عالجنسية زي الجرين كارت فالحالم بالجنسية هو اللي حيدخل في هذي الشريح انا هستفيد ايه بالمن هنا لازم اسأل نفسي هذا السؤال انا هستفيد ايه؟ هستفيد جذب استصمار يعني فيه ناس هتدفع جذب استصمارات هتستفيد انك انت الوديعة تتخلى عنها لصالح خزينة الدولة في حالة ان الرجل اسبك جذيته في الاستصمار هتستفيد ان فيه تنفسية لما يكون فيه رجال اعمال متنوعين وموجود فيه جنسيات مختلفة اخدوا الجنسيات المصرية ده معنى انك انت بتمنع الاحتكار في حد ذاته ده موجود في العالم كل بتمنع الاحتكار معنى انه فيه تنفسية شديدة لصالح الناس طيب بس الوديعة البنكية دي لازم هتعملها سأف يعني انتها لحد يضع لا هي مقررة على فكرة يعني هي مقررة رفحتين شوية الرقام اعتقد انه كانوا بيكلموا ان هي ما تقلش عن مليون دولار مليون دولار بيكلموا عن هذا الرقام اه اول ما ياخد الجنسية هنا اه taki Cong ياخد الاقامة هي اخد هيدفع مليون دولار هيحط وديعة في البنك مليون دولار مقابل هياخد اقامة ياخد الاقامة اقامة دي template ايجي ياخد الجنسية بعد خمس سنين المليون دولار دي لم تعد اه دي دي في بزانية الدولة تتحطي في خزانة الدولة المليون دولار تدخل على آليا وطلقائيا لو هو طلب الجنسية بهذه الألية لهذه الألية أنه هو محتوط له أنه هو دخل أو خاد الإقامة بناء على وضع وضع استثنائي وتحطت في فقرة أنه هو داخل بيحط وضيع في البنك غير التلاتة والطرق التانية يعني دي طريقة ربعة مش بنشيل حاجة ونحط حاجة دي طريقة ربعة بنزود حاملة الجنسية بشكل مختلف اللي هم المستثمرين اللي عندهم فلوس على فكرة مش بس على فكرة رجال أعمال ده هو كمان فيه عندك منظرين وعلماء فكتير جدا عايزين ييجوا في مصر هنا بس بيقولك أنت مش بديني حق الجنسية تخيل أنا جيب ابني ولا بنتي دروح المدرسة بيتعاملوا كغرب وبيتعاملوا بعنصرية شديدة جدا وانا مش مروح المغرب البعض ممكن يقول انا بس بستح معاك انه مليون دولار ده مبلغ يعني بسيط يعني عشرة مليون جنيه خداشر مليون ولو قلنا مئة ألف جنيه ولو قلنا أكتر كده ما فيش الجنسية مش بتتبعه تشتري هذا التصور ما انت عملتها بتتبعه لا 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 ما هو ده بس ده اللي هو بقى ايه الناس أو بتألف الإعلام هو في الحقيقة هذا حزم التشريعات من ضمنها هذا القانون لجذب الاستثمار بف اللي هيدخل معاك في الإقامة الجديدة دي اللي عاوزها هو اللي عينه عالجنسية بعد خمس سنين وينط اللي بنا مصر أصلا مش مصر بخلنا نكون واضحين بدم راجل بدم راجل انطبقت علي على فكرة بس هناك ضوابط للإقامة ضوابط ضوابط للإقامة ولكن هناك شروط شروط تعصفية في مصر حصولها الجنسية عزيش شروط في نفس القانون ما تغيرتش يعني الأمن القومي بيوافق بس عشان الداخلية بيتوافق أما وزير الداخلية لما بيقر أو بيحط للمجلس الوزراء الجماعة دول عايزين يدوم الجنسية لازم زي ما حضر لك بتاخد رخصة كهرباء بالزبط كده لازم موافقة الأمن القوم يعني لازم لازم ما فيش حاجة اسمها بمضي كده وخلاص لازم انك بتاخد الهجرة وزيرة الهجرة نفس القوانين اللي هي هي مكملة عشان تاخد الجنسية فش حاجة تغيرت هي هي لازم حالك تكون ومش من دولة معادية اسمها بس في دول معادية في دول محطوطة ان هي ما ينفعش ياخد منها الجنسية في دول محطوطة يعني مش حاجة اسرائيل يحط لا يا سيدي ده كلام ده كلام بالي بتسوله عليا مفيش الكلام ده نفس الاشتراطات اللي بيوديها وزير الداخلية لم تغير ولكن ده باب جديد للمستثمرين حضرتك بيتوافق عليك وبتحط عليك لو حضرتك معادل البلد لو حضرتك عليك مشاكل حضرتك بتاخد بتلف اللفة هي هي عشان تاخد الجنسية طيب حيجي لك يعني يعني الناس ما عندكش مشاكل معاهم ويحط المليون دولار وبعد خمس سنين ياخد الجنسية وماله وماله حضرتك انت عندك هنا ناس مصريين في ساعة الازمة وعندهم فلوس قد كده ما حلوش عن مصر وما عملوش فيها حاجة وعندك ناس عرب عرب كانوا موجودين هنا لما طلب منهم انهم يسيبوا راديو مستثمرين وحاجات فل لا ننكر هذا ولكن برضو عن نقيد ما زال احنا عندنا المحتكمين وعدم التنفسية والاحتكار من ايام مبارك رجال الاعمال بتاعت مبارك يعني لسه مع فلوس البلد وعشان انت ما بتتدومش الفواتير برضو مسكينك من اديك رجلاك حضرتك هم استورد رجال اعمال بمليون دولار بوديع بستورد رجال اعمال بستورد رجال اعمال جايين بقصد الاستثمار في مصر ده مش عيب حضرتك هم احنا احنا من سنة 60 ما تغيرش القانون كان موجود العالم كله في شكل اشتراكي وكانت روسيا تدار بشكل اشتراكي والصين بتدار بشكل اشتراكي والعالم العرب العالم كله كان بتدار بشكل معايا هزي الدول دلوقتي من سنة 60 اتغيرت حتى منظومة حتى الصين الدولة الشعوعية الاشتراكية غيرت فكرة حتى روسيا داخل روسيا غيرت فكرة من 30-40 سنة الانفتاحة للعالم والقرية الوحدة انت شايف التشبث بمفاهيم الهوية والسيادة والكلام ده ده اصبح كلاما قديم الحقيقة بأمانة جديدة يعني العالم بيتغير ومش موجود دلوقتي الكلام ده تلازم نكون معترفين في دول يعني في دول اقصر مننا استقرارا واقصر مننا امنة لاصل الاقتصادا واقصر مننا حريات كمان يعني اقصر مننا حريات ها وعلى فكرة جنسية فيها روح جنوب افريقيا وتفرج وانت تعرف روح حضرتك النمسة وانت تعرف روح حضرتك يعني في كل بلد العالم اي راجل اعمال بيتمنوه مش مصر اتعامل يا سيدي بالمثل يعني الدولة اللي بتدي الراجل اعمال مصري نفس الفكرة اتعامل معا بالمثل ايه المشكلة احنا دولة صغيرة الان لكن الاشتراطات الامن القومي مش يحتلل بنوع لها فيه ناس مسؤولة بتقول ده على الانستريكت او ده او ده مش مقبول عشان واحد اتنين ثلاثة اربعة نفس الاسباب اللي انت طيب انت عندك محمد مرسي الله ادى الناس جنسيات كتير جدا كانت في قلبس كانت مصنفة ارهاب يعني كانت مصنفة ارهاب وادالهم الجنسية يعني دول اولى ولا اللي خدوا الجنسيات من فترة ها وهم اساسا كانوا ارهابيين مين مين اولى رجال اعمال شرفاء بتيجي تنتج في الوطن من مصر ها اللي بلى مصري نفسه ما كانش مصر يعني ابراهيم باشا اللي هو الجيل التاني من محمد علي بقى مصري لانه اتولد في مصر بعد ما بقى موجود في مصر احنا بنبعث الناس احنا بنبعث الناس يشتغل في السعودية وفي دول الخليج حضرتك بيتبهدلوا ايه راية حضرتك لو المستثمرين جوم اشتغلوا في مصر تتخيل العمل المصر هيكون شكله ازاي تتخيل العمل المصر في كل دول متبهدل تخيل بقى المستثمرين دور جوه بلدك جوم واستثمروا والعمال اللي موجودة بقى ما تتغرب موجودة في بلدهم بيشتغلوا تعتقد كم نائب في مجلس نواب متحمس ازاي كده لهذا المصر من خلال يعني منقشاتك مع الناس انا اتكلمت مع حوالي انا اتكلمت مع حوالي عشر نواب مواب اصدقائي ولقيت حوالي مسلا اربعة متحمسين جدا لده اه جدا فهمين جدا وفي طبع ناس مش متحمسة نظرة لانهما متخوفين بصوا انا انا عارف انه فيه تخوف بس احنا دلوقتي يعني قدام مسئولية تاريخية مع الناس احنا نواب عن الشعب مش نواب عن حد تاني وما فيش حد جينا ولا حكومة ولا احنا مع الحكومة والاستاذ احمد تنطوي عرفني كويس على فكرة وانا انا هو عصدقاء جدا يعني احنا مختلفين في الرأي دلوقتي ولكن انا هو عكتين جدا في الرأي كتير متفقين احنا موجودين في المجلس تقريبا تسعين حاجات في القضاءة كنا بنا متوفقين عليها يعني انا مختلف معها دلوقتي من التخوف يعني انا مش عايز مجرد الارهاب والتخوف والامن القومي والشعرات دي كلها تخلينا ان احنا ننسى ونخفى للعالم بقى شكله متغيراته ازاي انا بعمل بند جديد بيدخل المستثمرين بقليات معينة ايه المانا بدخل عدم احتكار بعمل تنفسها للسوق بجيب مستثمرين ورجال اعمال كتير ما بقاش فيه احتكار لحاجة واحد مسك للحديد يجي لواحد بتاع حديد تاني واحد بتاع اسمانت يجي لواحد بتاع اسمانت تاني ايه المشكلة بفتح البلد عشان خطر البلد تستثمر هذه البلد اتغيرت من ايام 25 اناير صورة حقيقة و30 يونيو كل هذه البلد اذا ما ننجحناش في امتحال الاقتصاد اللي البلد عزانة فيها وحل مشاكل البطالة ولا اكننا عمنا حاجة طيب بس ما ما اصعدش في امتحان الهوية كلنا وطنيين يا صديقي ولا يوجد وطني وغير وطني المصريين كلهم وطنيين وعلى لا نتهم الحكومة ولا مجلس النواب ولا اي حد بعدم الوطنية ولكن كل واحد بيحط الضوابط اللي شايفها يعني انا متخوف منك مديش وش الناحة التانية ولكن انا كبلد احط ضوابط وضوابط مقترمة مقننة مصبوطة معمولة عشان تثبت الجدد والحكومة هي اللي هتقدم هذا المشروع بعد ما انتهي من مجلس تشريف مجلس الدولة مجلس تشريع الوحل الحكومة مجلس النواب بعد ما النواب ينقشوه ممكن اعدلو عليه على الفكرة احنا من حقينا كنواب ما عجبناش بالشكل ده فيه ضفوعات فيه الحكومة المقدمة هنا مجلس الدولة بقدم الحكومة بالنسبة ان محامل حكومة فهو بيقدم القانون بسجل التشريف ده بيقدمه للحكومة والحكومة بتقدمه هنا احنا مناشش عالتعمل مجلس الدولة فالحكومة بتقدمه واخنا بعد ما نقدمه انا مدهش او يا سوز محمود والله بس صغر يعني بعيدا عن اندهش يسأل الجبهة